مجازو سالسة من التليفزيون المصري أهلا بكم استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي تقرير المتابعة الثانية للقطة التنفيذية للإجراءات المقترحة من جانب الحوار الوطنية حتى منتصف مارس الجاري وفي هذا الإطار أكد رئيس الوزراء أن هذه المنصة الوطنية تلقى اهتماما بالغا من جانب الرئيس عبد الفتح السيسي في ظل توجيهاته المستمرة للحكومة بأهمية العمل على سرعة ترجمة ما يتم التواصل إليه من مخرجات وتوصيات إلى خطط تنفيذية تسهم في تحقيق المستهدفات في مختلف القطعات مشيرا إلى أن حرصه على المتابعة الدائمة لتنفيذ توصيات الحوار الوطنية يتصق مع التكامل والتنصيق المستمر بين الحكومة ومجلس أمناء الحوار الوطنية وضف مدبولي أنه في إطار أليات متابعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطنية فقد أتم تفعيل مجموعة تنصيقية مشتركة تضم ممثلين عن مجلس الوزراء ومسؤولي الحوار الوطنية وتغتص بمتابعة تنفيذ توصيات ومخرجات جلسات الحوار الوطني في محاوره المختلفة مؤكدا أنه سيطابع عمل اللجنة وسيلتقي بهم قريبا أكد وزير الخارج يسمح شكره تمام مصر البالغ بتعظيم استفادة الشركات السنغافورية من الفرصي الاستثمارية في مصر وخاصة المشروعات الكبرى مثل محور تنمية قناة السويس وخلال استقبال شكري نظيره السنغافورية بيبيان بلا كريشنان تطرق الجانبان بشكل مفصل إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها الحرب الجارية في قطع غزة وجدد شكري تحذير مصر من استمرار تأزم الأوضاع الإنسانية الكارثية في القطع ورفضها القاطع لأي سيناريوهات تستهدف التهجير القصري لسكان غزة وتصفية القضية الفلسطينية وكذا أي اكتياح لمدينة رفح الفلسطينية ثمنا الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيرش الجهود التي تقوم بها مصر في استقبال الجرح الفلسطينيين وإدخال المساعدات الإغاثية إلى قطع غزة مؤكدا أن مصر هي الركزة الأساسية التي تسمح بوجود الأمل على الجانب الآخر من الحدود جاء ذلك خلال لقائه محافظة شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة في مطار العرش الدولي عقب وصوله حيث وجدد الأمين العام للأمم المتحدة دعوته لسرعة وقف إطلاق النار في غزة وضرورة دخول شاحنات المساعدات الإنسانية المكدسة في الجانب المصري إلى القطع بأسرع وقت موضحا أن زيارته إلى محافظة شمال سيناء تشمل زيارة للجرح الفلسطينيين في مستشفى العريش العام والاطلاع على الجهود المصرية في علاجهم من جانبه أكد محافظ شمال سيناء أن القيادة السياسية تقوم بجهود كبيرة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطع غزة بالتعاون مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة لافتا إلى توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم كافة تيسيرات أمام الأشقاء الفلسطينيين وخلال زيارته تفقد الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش شحنات المساعدات أمام معبر رفح البرية حيث التقع عدد من العاملين في المجال الإنساني في قطع غزة في الجانب المصري من المعبر أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش عدد موجود أي مبرر للعقاب الجماعي الذي يتعرض له المدنيون الفلسطينيون في قطع غزة وفي مؤتمر صحفي له من أمام معبر رفح البرية أشار جوتيريش إلى استمرار معاناة الفلسطينيين من استمرار القصف الإسرائيلي مع عدم قدرة شاحنات المساعدات على الدخول إلى القطع مؤكدا خطورة تنفيذ أي عملية عسكرية جديدة لما سيتسبب به ذلك من تفاقم للأزمة يبرر العقاب الجماعي الذي يواجه الفلسطينيون والآن أكثر من أي وقت مدى حان الوقت لإنهاء إطلاق النار والفلسطينيون في غزة النساء والأطفال والرجال عالقون في دوامة لا تنتهي وكابوس فهناك مجتمعات انتهت وبيوت دمرت وعائلات بأكملها وأجيال كترة وهناك مجاعة وعطش تتفشى في الشعب أدان البرلمان العربي بشدة قرر الوزير المتطرف في حكومة الاحتلال الإسرائيلي سيموتريتش بالاستيلاء على ثمانية ألاف دونام في الأغوار الشمالية بغرض التوسعي الاستعمارية وأوضح البرلمان العربي في بيانا له أن استمرار سياسة الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية المحتلة وبناء وتوسيع المستعمرات الإسرائيلية يهدف إلى إيجاد واقع جديد على الأرض ما يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ودعا البرلمان العربي المجتمع الدولي ومجلس الأمن للتصدي لهذه الجرائم وإكبر سلطة الاحتلال على الانصيع للإرادة الدولية واحترام قرارات الأمم المتحدة بشأن منع التوسع الاستعمارية لعدم جر المنطقة إلى مزيد من العنف وعدم الاستقرار أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة استشهادة خمسة من المصابين الفلسطينيين في مستشفى الشفاء الذي تحاصره القوات الإسرائيلية وضفت السلطات الصحية أن المستشفى محاصر لليوم السادس على التوالي بدون مياه أو غذاء أو خدمة صحية من قبل قوات الاحتلال استشهد خمسة مواطنين بينهم أطفال وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية على شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة وأفادت مصادر فلسطينية بأن طائرات الاحتلال أغارت على منزل مكون من طابقين في منطقة ميراج شمال مدينة رفح وفي السياق باته قصفت مدفعية الاحتلال بلدة القرارة شمال خنيونس جنوب القطاع أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها نفذت ضربات ضد سلاث منشآت تغزين تحت الأرض تابعة لقوات الحوثية في المناطق التي تسيطر عليها في اليمن وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية أن قوات الحوثية أطلقت أربعة صواريخ باليستية مضادة للسفن من المناطق الخاضعة لسيطرتها باليمن باتجاه البحر الأحمر أعلن رئيس الروسي بلادامير بوتين العصور على جميع المهاجمين بعد هجوم موسكو الدامية واعتقالهم مشددا على الاعتزام روسيا معقبة كل المسؤولين عن هذا الهجوم وفي كلمة له أعلن بوتين غدا الأحد يوم حداد على أرواح ضحايا الهجوم مشيرا إلى مواصلة الأطباء بذل قصار جهودهم لإنقاذ المصابين من ضحايا الهجوم على قاعة للحفلات الموسيقية قرب العاصمة أفادت وسائل إعلام روسية بارتفاع عدد ضحايا الهجوم الذي استهدف قاعة للحفلات الموسيقية قرب العاصمة الروسية موسكو إلى 143 قتلا ويأتي ذلك فيما أعلن الكريملين إبلغ جهاز الأمن للتحدي الروسي الرئيس الروسي بلاديمير بوتين باعتقال 11 في أعقاب الهجوم مشيرا إلى ضلوع أربعة منهم في الهجوم على نحو مباشر كما أوضح أن منفذي الهجوم كانوا يتجهون نحو الحدود مع أوكرانيا وعلى اتصال مع أشخاص على الجانب الأوكراني أكدت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي أدريان واتسون أكدت أن الولايات المتحدة حضرت روسيا في وقت سابق بشأن هجمات إرهابية ووضحت واتسون أن الولايات المتحدة تبادلت مع سلطات روسية في وقت سابق من الشهر الجاري معلومات بشأن خطط عن هجمات إرهابية محتملة في موسكو قد تستهدف تجمعات كبيرة كالحفلات الموسيقية مشيرة إلى أن واشنطن اتخذت هذه الخطوة وفقا للسيسة واجب التحذير المتعارف عليها دوليا انتهى مجازة سالسة إلى اللقاء اشتركوا في القناة